نشهد رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر اليونان للتصويت بنعم في استفتاء على مقترحات خطة إنقاذ اليونان أو الخروج من منطقة اليورو ووجه يونكر انتقادات حادة لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس مؤكداً أنه يشعر بالخيانة نتيجة سلوك الحكومة اليسارية إما أن نكون جميعاً رابحين أو نكون خاسرين لذلك أنا حزين بسبب ما شاهدته أوروبا في نهاية الأسبوع بعد كل جهود والجهود المبذولة من قبل اللجان والمؤسسات الأخرى المعنية في عملية الاتفاق أشعر بالخيانة قليلاً لأنه لم يتم تقدير ما قمت به وما نقوم به كلنا لخروج من الأزمة ومع فرض قيود مالية اليوم تتجه اليونان إلى التخلف عن سداد دين لصندوق النقد الدولي واحتمال الخروج من منطقة اليورو بعد الانهيار الصادم للمفاوضات مع الدائنين وقد صدمت سيبراس القادة الأوروبيين عندما أعلن عن استفتاء في الخامس من يوليو يقرر فيه اليونانيون تأييد خطة إنقاذ مع الدائنين أم لا وعلى إتر ذلك دعت المستشار الألماني أنجيلا ماركل إلى تسوية محذرة من أن انهيار اليورو هو انهيار لأوروبا وأضافت أنها مستعدة لمفاوضات جديدة مع الحكومة اليونانية لكن بعد إجراء الاستفتاء من جهتها أمرت أثنى بإغلاق سوق المال والمصارف حتى السابع من يوليو ووضعت قيودا على تحويل النقود وسحبها للحد من فرار ما تبقى من أموال في البلاد فيما شهدت أسواق المال العالمية تراجعات حادة اليوم مع ازدياد التشاؤم حول إمكانية تسديد اليونان لديونها وتفاقمت الأزمة اليونانية بسرعة بعد تجميد البنك المركزي الأوروبي مستوى مساعداته الطارئة لأثنى نتيجة رفض وزراء منطقة اليورو وتمديد خطة المساعدة وبين الرغبة في الحل وإمكانيته تبقى الأسواق والمستثمرون حول العالم واليونانيون أنفسهم ومعهم الأوروبيين معلقين بنتائج الاستفتاء على خطة تسوية الديون والتي من شأنها إما أن تخفف الأزمة لحين أو أن تعمقها لعقود